السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في شوات جديدة في شوات أم شمس كانت مننا دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم بإذن الله سأقترح لكم نحضروا مع بعض بريوات وكذلك لنام أو الأصابع كي يجيوا جد رائعين في الماداق ديالهم مقرمشين وبدون ورقة البسطيلة بالعجين السحرين اللي كنت عملت معكم وبالحشوات كذلك فكانت مننا إن شاء الله الفيديو اليومين الاستحسن ديلكم وأعجبكم دائما اللي أعجبتكم لفيديو ما تبخلوش لأصدقاء ديلكم والعائلة وكذلك في موقعكم التواصل يببا تجيوا معهم لفيديو أم إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة مرحبا بكم بالاشتراك وتفعيل جرس باش تصلوا دائما بجديد القناة وبلما نطول عليكم شو مباشرة لطريقة تحذير البريوات ولينام ديالنا فغادي نحتاجوا العجين اللي عملنا في الفيديو السابق اللي صراحة رائع جدا كما كتشوفوه معايا كيعطيه واحد طوع يعني في الخدمة ديالو كي يجي ولا أروع هنحتاجوا هات العجين هادا دائما غادي ناخد العجين ديالنا غادي نحاول نعمل منه كويرات على حسب الرغبة هنا فممكن تعملوا كويرات صغار أو كبار كتبقى دائما على حسب الرغبة ديالكل سيدة فقط كانت هنا مزيان بالزيت هات العجين هادا باش ما يتلصقش لنا في اليدين ودائما خلينا يرتاح من مدة من خمسة تارش حتى تلاتين دقيقة ماشي مشكل وحتى لا بغيتو تخلي ويرتاح ليلة كاملة رغم ماشي مشكل باش ما بقى فكيزيد ما زال يرتاح وكيزي ارواع فارواع فهنا كما شتوا معايا كنحاول ان نعمل كويرات من العجين ديالنا حتى كنكمل عجينة كاملة فهاد العجين هو اللي عملت به يعني المسيمينات ديال الفران وكذلك عملت به هات شكيلة هادي فغادي نندهن جيدا بالزيت النباتي هاد الكويرات ونغطيهم دائما بالبلاستيك الغذائي ونحطهم على جنب يرتاح المردة تانية ديال خمسة ديال الدقايق علاش باش هاد العجين هادا حتى كان نكونوا يعني خدمنا به يعني عملنا منه الكويرات وفينيناهم فباش يرتاحوا ما زال يعني واحد خمسة دقايق عاد كنبدأو نشكلوا به الاشكال اللي حبينا فعنا كما قلت لكم يعني خليه ما زال يرتاح مدة ديال خمسة دقايق ونمشيو مباشرة تحضير اول حاجة غادي نحضرو هي لنام ديالنا اولا لحصاب يعني المحشوة مالحة غنحتاجو كذلك الزبدة المدابة وكذلك الزيت النباتي هنا خديت جوش كويرات عملت ما بناتهم شوية ديال الزيت وزبدة وكانو ورقة اديك جوش كويرات كي ماشتوا معي هالطريقة كتعطيني انني كان نعمل يعني جوش كويرات فنفس الوقت وفنفس الوقت كيكونو مورقي نفاش كيطيبو في الفران كييعطيو جوش طريقات يعني بكل سهولة انا كان نبصط مزيان العاجين ديالي دائما هاد العاجين هدا ما كيحتاج اننا نضغطو عليه يعني بالاصابع فقط كان حاولو ندفعوه او لا كان حاولو نفتحو العاجين بحالة كان نفتحوها بالمدلك يعني كان حاولو هكا كانورقوها وحنا كاندفعو فيها من بعد اني كانورق العاجين ديالي مزيان كان حاولو ندهنو دائما بالزبدة المدابة دائما هنا زبدة تكون منوعية جيدة او لن البواطة وكنقسم العجين ديالي على اربعة ديال المثلاتات بحال هاتشكل اولا كنقسم العجين على اربعة هم باش نعملوا لينامي ديالنا غادي نجيب هنا الحشوة اللي كنت عملت معكم واللي غادي نستعمل هنا هي الحشوة ديال الخضرة وكذلك ديال ديال الدجاج اللي عملنا فيها الزيتون كتجي جيد رائعة وغادي نبدأ نعمل الحشوة هكا في الاطراف ديال العجين في حال هاتشكل يجي صراحة يعني طريقة سهلة وكتحصل على الاربعة ديالينام او للاصابع المحشوة يعني في وقت واحد في حال هاتشكل هكا من بعد ما كنوضع الحشوة على هاتشكل كناخد هدك الطرف ديال العجين كي ما غادي تشوفوا معايا كناخد الطرف ديال العجين وكرجعوا على الحشوة هكا بحال هكا نغطيها كندهن شوية ديال الزبدة دائما وكنجيب الطرف الايمن فوق منها والطرف الايصر كذلك الفوق وكندهن شوية الزبدة وكنبدأ نرولي الاصابع ديالي اولا لينام بحال هكا طريقة سهلة وكي يعطينا يعني شكل جميل بزاف وبديك الزبدة اللي عملنا كي تعطينا لك العجين كي يولي واقف يعني كي يعطينا الطوع وكي يجيب حال اللي كنعملوني دول قتلا بسطيلة ديما كتشوفوا معايا وكن بدن نرولي هكا دائما كنغطي الحشوة بالعجين عهد كنجيب الاطراف العجين الايمن الفوق وكذلك فوق منه الايصر كندهن بالزبدة دائما انا كتعطينا الطريقة وكنحاول نجمع هاد اللي نيم ديالنا هكا فما تزيروش بزاف باش ما يترتقوش معاكم في الفران لانا العجين معا فيه الخميرة كيميائية راكي تنفخ شوية في الفران وكذلك كي يعطي ديك تقرمي شبح اللي بسطيلة يعني كي حاولي تنفخ وخاك كي يجي المنظر دياله جميل فدائما كنبقا غاديب هاد الشكل حتى كنجمع اللي نيم ديالنا مزيان طريقة جيد تبسيطة بالنسبة لطريقة تانية إلا بغينا نشكله اللي نيم هكا كوريات كل واحدة بوحدة كنعملو كويرات لي صغيه وره بزاف قد لمشماشا او لصغر وكنورقوهم دائما بالزيت النباتي على هاد الشكل كاندهنو بالزبدة دائما وكنعمل الحشوة في طرف العجين هكا نعملت هنا باش تشوفوا معي كيفاش يعني باتة بها الطريقة كي يجي ورائعين وفنين بزيان ودائما كنجمع يعني العاجين كنغطيه او لحشوة كنغطيها بالعاجين بحال هكا وكندهن دائما بالزبدة وكنجمع ذوك الاطراف بحال هات الشكل وكنبدا نرولي في العاجين ديالي وانا كندهن بالزبدة هكا حتى كانت تحصل على لينام او للاصابع كما اشتوا معايا فبالنسبة للبريوات اللي غادي نعملوتها هما بطريقة جيدة بسيطة بزاف والعاجين كيعطيكم واحد بريوات اللي زويني في المندرة ديالهم دائما كنجيب هنا العاجين من الاحسن تكون كوراية كبيرة يعني باش تعطيكم ثلاثة او الاربعات ديال البريوات في دقة واحدة وممكن يعني تعملوها من وسطة تعطيكم جوج انا هنا غادي تقريبا تخرج ليه ثلاثة دائما كان حاول نبسط العاجين مزيان مزيان كان يكن نفتحو انا كان نجر فيه كم مشتو حال هكا ومباشرة كان دهن العاجين ديالي مزيان بالزبدة المدابة دائما فاندهن مزيان الزبدة ديالنا هنا رابدت الزبدة شوية كتجمد في حال هكا سافي مباشرة هدي نجيب القطعة ديالتنا وغنحاول نعمل شرائط لي كيكونوا قد قد وكيكونوا كبار يعني ما يكونوش صغر بزاف لانه خصنا ضروري نغطيو الحشوة باش تعطينا اه بريوة مقدة هنا بالنسبة للحشوة هدي نستعمل الخضرة اللي عملنا فيها عصاصة الصوجة دائما الرابط ديال الحشوة هدي نحطو لكم تحت لفيديو في صندوق الوصف في حال هات الشكل وهدي نحاول من بعد ما احطيت الحشوة هكا هدي نحاول نغطيها بحال هات الشكل هكا وندهن دائما بالزبدة باش كتعطينا الطريقة في الطياب وكان نغطيوها بالنصف ديال العجين وكان بقاو نشكله في البريوة بطريقة جد بسيطة كتعطينا بريوة رائعة حال هاتشكل يعني كتعطينا نتزل الفورمات ديال البريوة زوينا في الشكل ديالها دائما الحشوة كان اغطيوها بالنصف ديال العجين بحال هكا كان دهنو بالزبدة باش بيبقاش آآ العجين يعني كيكون مورق فوس لفني كيتاف الفران وكان نشكلو البريوة ديالتنا على هات الشكل يعني كان بقاو غيب شوية بشوية وحنا كان ندفعوها هكا حال هاتشكل جد زالة بساف بنسبة للتالتة كذلك كان اغطي الحشوة كان دهن بالزبدة كان حاول نغطي كذلك بالطرف ديال العجين كي ما عاتشوفو معايا بهات الطريقة هادي ومن بعد كان بدا يعني نحط نوبة على اليمين ومرة كان نحطوه على اليسار نوبة على اليمين نوبة على اليسار حتى كنكملو لتشكيل ديال البريوات ديالتنا كي ما كتشوفو دائما شوية ديال الزبدة يكون فيدينا باش كتعطينا يعني طريقة كي ما فتو ذكرت حلعكا وهي البريوات ديالنا وجدناهم فكنبقاو هكا حتى كنكملو الكيمية كاملة على هات الشكل يعني لينامو كذلك البريوات ممكن تضغطو عليهم شوية لبغيتو بحال هات الشكل هدو صغيرين عمرتوهم غيب الفروماج المثلت يعني حوشو بكتبقى ممكن تعملو اللي بغيتو فهنا من بعد ما كملت هات الكيمية هادي ناخد الزبدة المودبة دائما اللي بقت عنا فكان عاود ندوب هاشي شوية وكان دهن بها مزيان هادو كليني مو كذلك البريوات ديالنا وهنا ممكن يعني على فكرة يعني ممكن ان اكون دهنو بصفارة البيض تهوة كيجي رائع وان شاء الله نعمل معكم حشوات خرين وتشوفوه معايا كذلك بهد العجين هادو واندهنو ان شاء الله بصفار البيض طرق دائما اللي يجيبو العجين تيكون بنين اكتر فكيما كتشوفو معايا كنبقى ندهن مزيان مزيان هادك اللينام وكذلك البريوات ديالنا على هات الشكل ممكن دائما تعملو شوية ديال بافو اولا اه اه محبة الباركة اولا اه سانوج اولا يعني اه زنجلان انا هنغل نعملي شوية ديال زنجلان بيض على كمية قليلة ديال هادلينة كيبقى دائما تزين فهو اختياري وبالنسبة للفران فهنا راح نشعلنا الفران وخلينا هاتي يسخون دائما من قبل فكان دخلو الطوا ديالنا ولا صفيحات الفرن ديالنا للفران وكان دائما كان نقصو عليهم يعني من عافية متوسطة حتى القليلة كان خليوهم حتى كي يتحمرو من تحت و من الجوانب وكان عاوضو نحمروهم من فوق هنا على فكرة بالنسبة الاخوات اللي ممكن ما يبغيوش ان هادل عاجين هادا يعني ترتق او لا يتنفق بلا قياس ممكن كذلك تكون عاجين ديالكم بحال الشكل ديال البسطيلة اللي عملنا يعني تاخدو الكوردون او العود ديال شوى وتكون زيان هاد البريوات فانا صراحة هاد البريوات كيعجبوني فهد المنظر هادا لانه ممكن يبانو مفتوحين ومقرمشين من داخلهم من برا فممكن يعني لابغيتهم في الشكل ديالهم العادي يعني تكون بهذا بالعود ديال الشوى كذلك وكما كتشوفوا معايا بعد ما كيطيبو كيجيوا رائعين مقرمشين طيبين مزيان ومحمرين يعني وخما فيهم مش البيض وخما دهنهم مش بالبيض يعني ذلك الزبدة اللي لا كانت ممتازة فرا كتعطيهم قرمشة وكذلك كتعطيهم لدج دوينة بنبسة كانت منها دائما الفيديو تليمنا لإعجابكم ودائما جربوا الوصفة لانها فعلا كالجيجي تلديدة ورائعة اللي ان شاء الله تفيدكم في ايامكم العادية في اللومجات وكذلك في موائد الفطور رمضانية ما بقى ليا الى نقول لكم مع هاد الصور هادى الى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم أم شامس اشتركوا في القناة